وارجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا وفقرتنا الطبية دلوقتي اللي لها برضو علاقة بفقرتنا الاولى وهنتكلم فيها عن امراض القلب ومريض القلب والعلاقة الزوجية والعلاقة الجنسية بالخصوص طبعا النهاردة بما اننا بنتكلم عن العلاقة الجنسية وهل فعلا بيستقيم معا الحياة الزوجية ولا لا فاحنا برضو كمان عايزين نتناول الموضوع من الناحية والزاوية الطبية علشان نعرف مريض القلب هل فعلا عنده بيبقى شكاوى كتير جدا جدا وهل فعلا يقدر يتجوز ولا لا وده اللي هيكلمنا النهاردة عنه باستفادة شديدة دكتور محمود سليمان استشاري امراض القلب والأسطرة وعدو الجامعية الاوروبية لامراض القلب دهورتنا النهاردة يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بحضرتك في البداية كده زي ما حادك بقى عرفت طبعا موضوعنا كان عن العلاقة الحاميمية او العلاقة الجنسية بين الزوجين في البداية حاب بعرف من حضرتك هل مريض القلب مسموح لي يتجوز ولا لا هو ما فيش حد يقدر يمنح حد من الجوز الحقيقة ولكن خلينا نتكلم بشكل علمي ان احنا مريض القلب او بصفة عامة يعني اذا كنت قادر على ان انت تطلع دورين سلم فانت قادر على علاقة جنسية بتحديدا دورين سلم اه الموضوع سهل جدا عندنا يعني فيه طبعا يعني فيه فحوصات كتير وفيه اجراءات كتير ولكن احنا بنختصرها للناس كلها اقول له حررتك مادم تقدر انك تطلع دورين سلم فانت قادر على الممارسة الجنسية يعني ده سؤال بسيط جدا جدا الاجابة سهلة جدا يعني دايما بقول العين بقوله انت اللي تقدر تقول انا هقدر ولا لا مش الدكتور ولا الفحوصات انت دكتور نفسك ببساطة انت بتطلع دورين سلم من غير ما تحصل لك مشكلة من غير ما يجي لك واجعة في صدرك خلاص انت ما عندكش مشكلة انت تقدر تمارس اي مريد قلب قادر لان هي القصة طبعا هي الموضوع المتقسم كتير الموضوع احنا عندنا امراض القلب كتير حاجات خاصة بالشرايين حاجات خاصة بالصمامات ولكن خدناها قاعدة عامة هو في الاخر هي مقدرة هو يقدر ولا لا هو نوع من المجهود طب انا هقدر اعمل المجهود ده ولا لا فكان المعيار الاسهل للناس كلها انت تقدر تطلع دورين سلم ان شاء الله انت هتقدر على العلاقة الحميمة ايو انا كنا حتى بنشوف في الافلام الممثل الفلاني ده عنده القلب عبدالحريب حافظ بقى ايو طبعا والكلام ده فاني اللي هو عندك القلب خلاص انت كده ما ينفعش انك انت تتجوز فالموضوع ده خاطئ الفكر في المفاهيم الحقيقة انت النهار ده اي حد يقولك ايه لا اصلا عنده القلب جماعة كلمة القلب دي مش جريمة الحقيقة ولا وصم تعار لا خالص انت انت مريض قلب ما فيش مشكلة خالص مقدرتك ايه والغاية فين بزبط فانت لو قادر ببساطة شديدة انت بتطلع الدور التاني اتفضل حالتك تتجوز وان شاء الله مش تبقى عندك مشكلة تمام طيب هل بقى مريض القلب كده خالص تتجوز والفرح تنه والحمد لله طيب هل بقى مسموح له بعدد مرات معين يعني بقى يمارس حياته الطبيعية زيه زي اي شخص تاني سليم ولا لا بما انه خالص تلع الدوري هي الفكرة كلها فيه انت بتعامل نفسك كبناء دم طبيعي بمعنى انا دايما العياني ايجا اقول له ايه بالنسبة للمجهود مثلا اقول له اعمل المجهود اللي ما يتعبكش تمام بمعنى ان انت بتمشي 20 خطوة بتتعب على 20 اقف عند 19 وريح وكمل تاني فهو اللي هيقدر يحدد عدد المرات تمام القصة كلها دايما في مريض القلب ليه علاقة بالعيان ليه يعني حتى في الادوية دروقتي يقول لك فيه ادوية خليها في ايد العيان العيان ممكن يزود منها شوي او يقلل حسب هو عمل ايه اه ده الادوية القلب بالزاد ادوية القلب بصفة عمل ادوية اللي الدكتور كاتبها يعني ببساطة شديدة مثلا دروقتي في ادوية القلب مندرات البول يقول لك ايه لا العيان ممكن ياخد نصف ارص العصر ليه فهو اللي بيسوق كذلك القصة ان هو عارف مجهوده قدي عارف احتياجاته قدي عارف رغبته شكلها ايه تمام ولكن عدد المرات هو بيعامل نفس الانسان طبيعي يعني بشوف برضو مقدرتي قدي ايه كمريض قلب وبتتعامل على اللي انا قادر عليه هل مرة انا بتعب بعد المرة خلاص يبقى مرة واحدة مرتين يبقى مرتين بزبط بزبط ويمكن ليه علاقة اكتر كمان الموضوع كرغبة له علاقة بالسن يعني انت كل ما بنتقدم في السن كل ما الرغبة بتبدأ تقل كل ما القدرة بتبدأ تبقى متوضعة فالموضوع مش مجرد مريد قلب لا يعني شيل موضوع القلب من حساباتك مادم قادر طيب مريد القلب بقى هل يقدر يستخدم مناشط جنسي ولا لا وهل فعلا فيه اوقات يستخدم فيها واوقات لا ولا ايه يعني ناس كثيرة جدا برضو كمان بتخاف جدا من قصة ان مريد القلب يستخدم مناشط جنسي بوسي هاولي حارتك على حاجة احنا يعني خلينا كده نتكلم عن بعض الثقافات اللي موجودة تمام انت النهاردة نظرك دائق بتروح للدكتور تلبس ندارة تمام طيب اوكي متقابل ان انت تلبس ندارة عشان تشوف الدنيا حلوة عشان تشوف الالوان كويس عشان تشوف الناس وطخ وبيبقى عنده تقبل شديد كويس انا عندي مشكلة فبرها عليك وتنمر انما بدأنا كمجتمع يتقبل لأ ما هو دي زيها زي ندارة هو عنده مشكلة في السماء عنده مشكلة في النظر بس انا دايما اقول لهم الفياجرا او السيالس او اي حاجة كمنصف جنسي هي زي ندارة بزبط انت لبست ندارة عشان تشوف الدنيا حلوة وعشان اصلا عندك مشكلة بزبط انت محتاج عندك مشكلة محتاج تعليجها عشان ترجع تستمتع بحياتك زي الاول طيب بعض الناس بتبقى ما عندهش اصلا مشكلة وتقول انا هاخد المنشط الجنسي يعني هنتكلم في الحتة دي اكيد باستفادة ولكن مريض القلب بقى مريض القلب دايما الرعب لا انا لو خدت المنشطات دي هتحصل لي مشكلة اقول لحررتك انت النهاردة مريض قلب اولا بتتابع مع دكتور يبقى انت هتروح للدكتور بتاعك هتسأله انا ممكن اعمل ايه ليه لان خلينا نعترف ان امراض القلب بتأثر على الموضوع ده بشكل او باخر بيبقى فيه ضعف ليه لان قدرة القلب نفسها بدأت تتأثر ضخ الدم بدأ يقل وبالتالي الانتصال بدأت تحصل فيه مشكلة اكيد يبقى احنا مش علجنا لك قلبك عشان تعيش تعيس لا خلص احنا الهدف الاساسي في حياة الانسان هو ان يعيش مبسوطة يعني دكتور القلب فعلا ممكن يوصف المنشطات الجنسية لبعض الحالات اللي هي تستدعي فعلا هو الحقيقة احنا بنوصفها ولكن الفكر في ايه بقى ان العالم يفعش ياخد حاجة من نفسه يعني ايه حررتك انت النهاردة ايه مشكلة الفياجر الفياجر في الاساس كانت دواء قلب يعني اول ما اخترعوا العلاج ده في البداية القصة بزبط بداية القصة هو كان دواء معمول للقلب وفجأة لقى ان من اعراضه الجانبية ان هو بيعمل كده يعني اصلا ما كانش منشأ لان هو مبخص جنسي هو كان بيعالج احد امراض ضغط الدواء بزبط هو هي الفكرة كده فقال لك لا انا ما عنديش ولا دواء واحد بيعمل القصة دي لا خليه هو في الحتة دي وباقي الادوية يا سيدي عندنا ادوية ضغط كتيرة وعندنا ادوية موسعة للشورين كتير فاللي بيحصل ايه ان انت كمريد قلب عندك ادوية فيها مشكلة ان احنا ناخد دوائين مع بعض تمام وبالتالي انت ممكن تاخد المنشطات اه طبعا ممكن تاخدها بس ايه بعد استشارة الطبيب ليه بعد استشارة الطبيب ايه لان هو اللي عارف الادوية اللي حوالتك مش عليها علشان ما يحصلش التضارو ما بينما وابابين دوا بصد هيا الفكرة الفكرة في ايه الفكرة ان الادوية مع بعض هتعملك حبوط في الدورة دموية نتيجة عدة فورا هي كل الادوية بتوسع الشورين تمام يعني اللي نيتريتز كلها هي هتوسع الشورين måيكي فاللي هيحصل ان لما اخد الاثنين مع بعض بيحصل هبوط في الدورة الدموية وهي دي المشكلة اللي يعني يقول لك أنا خدت القرص ومش قادر وحصل لي مشكلة ونقلوني المستشفى وبدأوا يدوني محليل وبدأوا يتعاملوا معي طب إيه اللي وصلنا لكده؟ إنه ببساطة حررتك خدت العلاج من غير ما تستشير الدكتور ليه؟ لأن إحنا في رشدة القلب بنقول للعيان يعني إحنا كده كترة حياء ما بنحركش نحن تكلم في ده ليه؟ الموضوع مفيد جدا للعيان هو مشكلة الناس إيه إنه هو حاسس إنه هو لو سأل على ده في العيادة أنا أحس إنه عنده مشكلة لأ حضرتك أنا الدكتور اللي بعالجك وأنا عارف إنه وأنا كرك في النهاية بزبط أنا عارف إنه إنته ممكن تكون بدأت تخشف مشكلة فعلا أكيد بس يبقى الصح إيه إنه إحنا نزبط رشدة ساو ومحدش هيلحقك غيري بزبط يعني أنا أقول له حضرتك عيان أنا اللي بيجييني العيان بقعد أتكلم معي وخاصة يعني يعني بعد ما يكون حصل له مشكلة وقول له حضرتك لو بتاخد منشطات جنسية يبقى الدواء ده هنوقفه هنتصرف إزاي هنعمل إيه وقت العلاقة مثلا أو قبلها بشوية أو بزبط هي الفكرة كلها في النايتريتز اللي هي الأدوية اللي بتتاخد إحنا بنحتاج إن إحنا نفصل ما بينها وما بين البياجرمسل وقتها دي تقريباً 24 ساعة 24 ساعة والسيالس 48 48 أه فهي المعلومتين دول مهمين جداً فاجأة أقول لي العيني أقول له حردك لو مقرر النهاردة هتعمل حاجة الصبح ما تاخدش الدواء ما تاخدش الدواء ده بس يبقى خلاص لأن هما الاتنين هيعملوا نفس الإيه نفس الأكثر وبالتالي مش عايزين يحصل تضاد أو يحصل تضارب فيبدأ ضغطك يهبط أو تحصل مشكلة طيب العيين بعض العيين طبعاً القلب بيبقى عندهم جلطات وبيعملوا أسطرة ودعمات هل مريض الأسطرة والدعمات اللي هو ركب أسطرة أو ضعامة يقدر يمارس حياته الجنسية بعد ما بيركب الأسطرة ولا لأ؟ يعني زي ما قلت حردك إحنا بنصلح قلب العيين عشان يعيش كويس عندنا أحد أسد زيتنا يقول لي يقول لي أنا بعد ما أعمل العيين أسطرة أنا ما بتطمنش إن أنا نجحت غير في حاجتين إن الرجل يمارس حياته الجنسية وإن الستة تنضب بتها بالزبط كده أنا بطمنت على عيين والله هو بيقول كده الحقيقة لا هي الفكرة في إيه يا برضو برضو مطلوب من ناجل الرجل بيحتاج مجهود عشان يعمل العلاقة فإحنا دايما بننصح العيينين إيه أقول له حردك أنت دلوقتي خلصنا الأسطرة حمد الله على السلامة هنخرج من المستشفى أستأذنك ما تعملش أي حاجة غير إن شاء الله هشوفك كمان 15 يوم ونتكلم بالزبط يبقى الجزء الأولاني حردت خرجت من المستشفى الإسبوعين الأولانيين أستأذنك خليك هادي كده يعني إحنا بنزيله مساحة 15 يوم ما ينفعش إنه هو ده لسه أنا هقول لحردك ده لما نتكلم الأول بزبط يبقى إحنا هنجي بعد الخمستاشر يوم خفحصه هبدأ أتكلم معاه هشوف إذا كان إذا كان الجلطة دي لقدر لأسرت على كفاءة عضلة القلب ولا لأ ده موضوع مهم جدا وبعد كده أبدأ أقول له حضرتك هتبدأ تمارس العلاقة الجلسية لمعينة كفاءة عضلة القلب عشان يقدر يمارس بعد كده أو رقم ما هو هنرجع تاني للدورين برضو نفس القدرة هو نفس حردك عندك القدرة ولا لأ ولكن الكتاب دي يقول إن إحنا من ستة لثمان أسابيع الحياة من ستة لثمان أسابيع الدراسات كلها قالت إن إحنا بعد قصة الأسطر أو تركيب الدعمات أو الجلطات اللي بتيجي إن إحنا بنمارس العلاقة الناس بتلتزل لدكتور من ستة لثمان أسابيع والله دي أنا مقدرش حددها الحقيقة لأنا مش عايش معاها لا يعني هو أكيد يعني ممكن يكون حطار ومشكلة فأكيد رجعلك الفضل إحنا كتمن الحاجات المفارقات إن إحنا أيام ما كنا نواب لحد حاب يجرب نفسه في المستشفى الحقيقة فدي حاجة آه دي كانت حاجة خارج التوقعات دي كانت خارج التوقعات الحقيقة إنما في العادي بعد الجلطات بذلك يعني فيه فرق بين إن حارتك جاي ماشي على رجليك وجيت عندك مشكلة فدخان دعمنا أسطرة وركبنا دعامات لأ أنا بعد أسبوعين بقولي العيانة انطلق ولكن لو عندك جلطة الجلطة للأسف في بعض الأحيان بتسيب أسر تمام وبيبقى القلب مجهد عشان كده بنفضل في الفترة دي بالذات بعد الجلطات بالذات ربنا يعافي الناس يا رب من 6 إلى 8 أسابيع نبدأ لإيه الموارسة الجنسية تمام والدكتور بيحدد وقتها هو إذا كان يقدر ولا لأ وبرضو قصة الدورين أنت كمان كمريب قادر ولا لأ بزبطة يعني أنا برجع أقول له ببصوتك كده بقول له حارتك مجهودك أخباره إيه وليه أنا الحمد لله رجعت زي الأول أنا بدأت أنزل شغلي الدنيا كويسة طب يجي لك واجع ولا لأ طب يعني ببدأ أطمن وحدة وحدة عشان أوصل في الآخر أحط جوه دماغي أنا كونكلوجين يعني أبدأ أحط تقييم هو هيقدر وهيقدر إزاي ودايما أقول له إيه أقول له يعني الجملة اللي على طول أنا ما بحاولش حارج العيان بزبطة معاه على طول أقول له إيه حارتك لو كنت بتستعمل حاجة فهنا ممكن نستعملها بشكل آمن بس الاحتياطات واحدة إحنا عملنا كذا كذا اللي هو أنا أدي له المفتاح اللي هو يقدر يجلني بي بالزبط طيب بالنسبة المريض القلب المفتوح برضو كمان ده مريض مهم جدا والمفروض أنه عنده أكيد احتياطات لازمة بالمفروض أنه بياخدها أو أثناء ممارسة العلاقة الجنسية ده حقيقي ليه بقى هو إيه الفرق بين الدعمات والقلب المفتوح ببساطة الدعمات هو ركب الدعمة جوه القلب بس محتاجناش أن احنا نعمل أي حاجة هنا تمام مريض القلب المفتوح هو مشكلته في العلاقة إن احنا فتحنا السدر فلما شقينا السدر بدأ يبقى الجزء ده من العظم ضعيف وبالتالي دايماً ننصح مريض القلب المفتوح إن أنت يتم تغيير الوضع الجنسي نرسو بما يتناسب بما يتناسب مع حالك بالظبط ليه لإن أنت لو جيت حملت على كتافك ودراحتك ممكن تحصل لك مشكلة فدايماً نقوله لأ خليك في الأوضاع الجانبية أكتر تمام بس دي يمكن دايماً بتبقى نصحتنا للعيان وضع المريح بالنسبة بالظبط الوضع اللي ما يضروش يعني أو المؤثرات الجنسية أو المنشطات الجنسية هل ممكن إن مفعولها بيقل مع كتر استخدامها فيما بعد أو معنى أصحة هل مريض القلب مثلاً المتعود إن هو بياخد الفيجا مثلاً أو بياخد أي إن كان المنشط الجنسي بعد شوية هل فعلاً ممكن تضعيف الجرعة بعد كده على حسب هو مثلاً دي قلت ولا مقلتش ولا إيه حسب بعد كده هنرجع الجملة اللي حالتك قلتيها في البداية قبل مريض القلب إذا كنت أنا بستعمل المنشطات دي لمجرد إن أنا أحس نفسي أحسن تمام دايماً أقول إيه الحاجة اللي تستعملش في محلها بتضر ما تفتش تمام يعني تقصد حضرتك إن هو لو بعيداً حتى عن مريض القلب حتى بعيداً عن مريض القلب هو شخص سليم وبسدد إن هو يخدها بزرد فإنت حضرتك إنت أخذت حاجة إنت مش محتاجها الجملة الأولانية وفرها لما تحتاجها تمام ماشي دي حاجة الحاجة التانية إحنا دايماً بنبدأ زي الأدوية خلاص إنت محتاجها يبدأ نوع من العلاج فإحنا بنبدأ بجرعاته قليلة ومع الوقت لو احتاجنا نبدأ نزول على حتى ولكن آه ما فيش حاجة تؤكد إن لا يعني كان زمان الدعاية أقول لك إيه إنت لو استعملتها ثلاث شهور بح ثلاث شهور مش هتلاقي لها تأثير لأ الكلام دا طبعاً مش موجود الكلام دا مالوش حتى محل من الطب ليه تمام هي بتشتغل إزاي هي ببساطة في مادة بتطلع هي بتقفل الأماكن اللي بتكسرها وبالتالي المادة دي بتزيد في الدم فتطول المدة أو تساعد بالضبط طيب عايزين برضو من حادثك تقول لنا أثناء ممارسة العلاقة الجنسية لمريض القلب ساعات ممكن يحس بقى بألم شديد أو ألم رهيب أو احتقام في الوجه أو معنا أصح يعني ألم هو مش قادر إنه هو يتحمله إمتى يبقى عنده مشكلة فعلاً قوية ولازم يتقل مستشفوراً أو يروح لدكتور بسرعة الفكر دايماً أقول له إيه أقول له حررتك اللي أنت بتعمله ده هو نوع من المجهود تمام وبالتالي حررتك بدأت تشتكي من واجعة في صدرك زي ما بتعمل بالظبط لما تقول أنا بقى مشي 100 متر تعبت تعمل إيه توقف لا توقف يبقى أول حاجة أنا توقف بالظبط والله الوجع راح الدنيا استقرت خلاص طيب لا الوجع ما راحش لو أنت آخد حاجة ما برجحش قوي موضوع أنه إحنا أخد قرص تحت اللسان ليه لأنه كده ممكن يعملي هبوط في الضغط يعني ما ينفعش لأنه أصلاً يعني لو هو واخد حاجة أهي دي المشكلة بالظبط عشان كده حاول تبقى حازر في النقطة دي على الأقل لو فكرت تعمل كده إيه ضغطك الأول عندما التصرف التلقائي والطبيعي هو أنا بعمل جهد اللي هيحصل إيه إن أنا هوقف الجهد ده أول ما هوقف الجهد خلاص المفروض أن الأمور إن شاء الله ترجع لطبيعة طب لأ عدت ربع ساعة ودنيا بتتحسنش لا يبس عدتها لازم منزل المستشفى على الأقل الدكاترة تعرف إحنا وصيين لغاية فيه بس عشان ما تحصلتش مشكلة الأمر طب يعني دلوقتي عايزة كده يعني في نص دقيقة حادك تقولني النصيحة عامة لمرضى القلب تعمل إيه علشان تعيش حياة جنسية كليمة في نص دقيقة في واحد كتب لزوجته ورقة وعلى أهله على المطبخ قال لها أدائك مش عاجبني فراحت مرجعانه الورقة ومعلى أهله على باب بالصرير بالضبط بالضبط على السرير فأنا عايز أقول لك ما تخليش القلق والخوف من أن أنت عندك حاجة في القلب يبواز لك حياتك الكلام ده مش صحيح أنت إنسان كويس ويا سيدي إديناك اختبار بسيط قوي جرب نفسك اطلع الدورين لقيت نفسك كويس خلاص ما تفكرش تمام أنت كويس وتمام بالضبط بس إيه بعد عن القلق وإن شاء الله حتك تستقر حضرتك نورتنا النهاردة دكتور محمود سليمان ومعلوماتك للسرية وعلى أمل طبعا حاجت بعيدنا باللقاءات تانية كتيرة جدا جدا نورتنا دكتور محمود وأنا التشرفت بيكو جدا مرسي جدا أنا حضرتك مريد القلب يا جماعة يعني يقدر يمارس حياته الجنسية بصورة سليمة وإحنا يمكن دكتور محمود قال يعني قاعدة عامة كده قادر تطلع الدورين أنت كويس تقدر عادي تمارس حياتك الجنسية وتقدر تتجوز وبلاش نقول لنفسنا حاجات أو نهبط نفسنا بحاجات ومعتقدات خاطئة ما كانتش موجودة في حياتنا أو بمعنى أصحب بنوهم نفسنا بيها علشان نوصل مع بعض لعلاقة زوجية سليمة ونوصل بيها لبر الأمان وسكة السلامة كنت معاكم النهاردة إيمان عزيزة واستنوني الحلقة اللي جاية يوم السبت اللي جاية إن شاء الله الساعة 10 صباحا على الهواء مباشرة دمتم أصحاء